بما أننا في هذه الأيام نحتفل بذكرى 30 يونيو أعتقد أنه من أهم إنجازات هذه الثورة هي الحفاظ على الهوية المصرية وتماسك الشعب المصري أنه بمنتهى البساطة كده لو نرجع ونفتكر محاولات التقسيم والاستقطاب والإرهاب اللي حصلت في وقت حكم الإخوان كانت هي الخطر الكبير يمكن الأكبر كمان على الدولة المصرية خاصة مع فكرة الأخوانة اللي كان بيحاول من خلالها التنظيم أنه يسيطر على كل المؤسسات والهيئات في الدولة ده بالفعل يا جمال عشان كده يقولون مصر قبل 36 حاجة وبعد 36 حاجة تانية مصر قبل 36 تعرضت إلى هاجم مشاري ستستهدف هويتها في المقام الأول عبر فرض الإخوان لأفكارهم على المجتمع بهدف أخوانة هذا المجتمع بالكامل مش بس المؤسسات والهيئات عشان كده المصريين رفضوا هذه التحركات الإخوانية واللي كانت عايزة وكل هدفها هو تمس هوية مصر واستقلالها الوطن صحيح يا شازلي يمكن وإحنا بنتكلم على سر 30 يونيو دي عظمة 30 يونيو الحقيقية لأننا مش هقول بقى استعادة الهوية المصرية مرة تانية لا هي أكدت على هوية المصريين أكدت على أن دايما المصريين ليهم كده هوية مختلفة ويمكن هما ما قدروش يفهموها ما عرفوش يفهموا سيكولوجية المصريين أو هوية المصريين اللي دايما متتميز بالسلام ونفل عنف بكل صوره وكل أشكاله فكرة التعايش السلمي بيننا وبين بعض بدون إرهاب أو محاولات للوقاعة بين المصريين أو حتى بين الشعب ومؤسسات الدولة دايما الشخصية المصرية هي شخصية بترفض الفكر المتطرف دي يمكن في طبعتها دايما شخصيتنا بتحب الفن ده اللي احنا كبرنا عليه وتربينا عليه من أول الزمان الحقيقي دايما بنراهن على الفن والموسيقى والجمال بنعتز بتاريخنا وحضرتنا اللي بقى لها 7000 سنة ويمكن أكتر كما يشاهد وعشان كده صورة 30 يونيو نجحت فينات واحد المصريين على مختلف انتماءاتهم بقى وطوائفهم وثقافاتهم ضد الجماعة الإرهابية ومشروعها المتطرف وأكدت كمان التمسك بهوية الدولة المصرية باعتبارها دولة مدنية وأول دولة وطنية ظهرت في المنطقة في العصر الحديث هنتابع هذا القمر بالتفصيل في حلقتنا النهاردة بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر